رسيت أني كان فيه روح وحب غير عاديين يعني في الشغل مش مجرد أن هما شغل بيشتغلوه بس بالشكل مفاجئ أعلنت الفنانة أمال ماهر اعتزالها الغناء واللي صدمت بالجمهور واللي بيتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت أمال ماهر على كل حساباتها على السوشيال ميديا ونشور الاعتزال وقالت فيه جمهور العزيز اللي سندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم نظرا لظروف خاصة بي وخارجة عن إراداتي أعلن ابتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني متمني لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة ومتمني كل التوفيق إلى كل الزملاء وإن كنت هرجع تاني ولا لا فالسؤال ده محدش يعرفه غير ربنا عالم الغيب فقط فكل ما أفكر به حاليا هو ابتعادي فقط لا غير وبالنسبة لصدور ألبومي اللي كنت قد أعلنت عنه فتأجل لأجل غير مسمى كنت في غاية الحماس لتأديمه لكم واجتهدت كتير أكتر من أي وقت مضى ولكنها إرادة الله شكرا لكل من سندني في رحلاتي الفنية وفي حياتي شكرا لكل الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج استمتعت بكم كثيرا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور وشكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما وأول ما نزل البوست بتاع أمال ماهر حالة كبيرة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الحقيقي لإعتزالها وعن سبب اعتزالها فكتير من الجمهورها قال إنها بتمر بحالة نفسية صعبة خلال الأيام اللي فاتت بسبب أزمتها مع خطبها ده بعد ما أعلنت أمال ماهر فسخ خطبتها بعد أقل من شهرين على الإعلان عنها وكتبت على حسابها الشخص بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كنت أعلنت من فترة إنه تمت خطبتي ولكن كل شيء نصيب تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء وكانت أمال ماهر أعلنت يوم 13 إبريل الماضي خطبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري لم تكشف عن اسمه مبينة إن الخطوبة تمت بالفعل منذ فترة ويتم التحضير خلال الفترة الراهنة لحفل الزفاف اللي أكدت إنه هيكون قريب السيناريو التاني كشفوا موقع الفن المتخصص في الشأن الفني اللي كان نزل تقرير من كم يوم عن الفنان أمال ماهر الصدمة في الموضوع إن التقرير نقل عن مصادر تعرض الفنان أمال ماهر لأزمة صحية كبيرة خلال الأيام اللي فاتت وده اللي خلها ما كانتش ماشى بانتظام في ألبومها الجديد وقال المصدر لموقع الفن إن الفنان أمال ماهر رفضت تقول لأي حد على مرضها وإنها بتفكر تبعد عن السحة الفنية لفترة المعلومات اللي نقلها موقع الفن معرفناش نتأكد منها لكن بعد ما نزلت الفنان أمال ماهر البوست بتاعها عن اعتزالها الفن وإنها مش عارفة راجعة إمتى يأكد إن ده السيناريو الأقرب لإعتزال الفنان أمال ماهر ترجمة نانسي قنقر